نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال قوات المسلحة أرفانا بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته وقد بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مؤكدا أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات وأن التاريخ الوطني سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابون من تضحيات وبطولات سترت في سجلات الشرف بأحرف من نور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر